بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله ازايكم حبيب قلبي عاملين ايه؟ يارب تكونوا في احسن حال معكم اية من قناة عالم اية النهاردة بقى وصفتي سهلة وسريحة جدا هنحمل عشوة حلوة جدا للولاد هننقلهم بيها اكل المطاعم في البيت تيجو نخش على الوصفة على طول من غير رغي كتير يلا بينا نشوف الوصفة المقادير الاول معايا بصلايا وسط متقطعة جوليان كمان معايا خمس حبات من السوسيس متقطعين دوير بالشكل ده لا رفيعة قوي ولا دخينة قوي كمان معايا فلفل الوان اخدر واحمر وصفر لو حب الوصفة هنا اسبايسي ممكن تدفلها قرنفلفل حامل كمان معايا هنا بوائي جبنا منزرين لعندي في الفريزر هستغلاها في الوصفة دي احسن استغلال يلا بقى يا حبيب قلبي نبدأ نشوف الوصفة هنحملها ازاي تستج بقى في ايدك معلقتين زيت فيها ويلا بينا على النار اول ما الزيت يسخن معايا هنزل على طول البصلايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده حبدأ أقلف البصلايا لحد ما تتبل معايا هرشو لها رشة ملح كده علشان تسهل معايا عملية الدبلان بتاعي ده بعد ما تبل البصل وبقى معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده هضيف على طول السوسيس هجوح السوسيس مع البصل وطبعا احنا عارفين ان السوسيس ما بياخدش سوى كدير فحنشوحه بس تشوحتين حلوين كده دقايق بسيطة ماينفعش نتكه عليه في السوة قوي عشان ماينشفش مننا فمش هيبقى احسن حاجة فقوي مايوصل للدرجة اللي انتوا شايفينها دي هضيف الفلفل الالوان الفلفل الالوان بتاعي طبعا بيبقى في الفريزر بطلعه على طول علاء الطاصة تمام حبيبي وبيبقى جميل جدا في الوصفة وبيبقى زي وزي اللي لسه جاي من عندي بتاع الخضر دلوقتي حاني شايفين حبيبي جميل ازاي ان شاء الله هعمل لكم فيديو تفريزات عشان تعرفوا انا بفرز حاجتي ازاي بس بقى لو لسه ما اشتركتش في القناة يلا بسرعة هنزلي فعلي زرار الجرس علشان ابو حواجب عشان يوصلك كل جديد من قناتي وما تنسوش بقى يا حبيبي تحطيلي لايك يلا بسرعة هنزلي حطي لايك دلوقتي بقى يا حبيبي قلبي خلاص استوى وكله تمام حبدأ بقى رشوله رشة فلفل كده بسيطة وكمان رشة ملح انا بحط الملح والفلفل دولي مش عشان ازبط السوسيس هو السوسيس اصلا بيبقى نكهته فيه بس انا عشان حطيت فلفل وحطيت بصل فعايزة بس ايه ازبط الملح بتاعي تمام حبيبي بعد ما خلاص زبطت الملح وكله تمام مستوى وكله تمام وحطف عليه هبدأ احط جبنة المزاريلا بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه ده اول ما حطت جبنة المزاريلا هطف النار هي هتسيح مع سخنية السوسيس والبصل والفلفل خلاص كده انا ضفت الجبنة المزاريلا وساحت معايا اهي زي ما انتو شايفين هو الاصح ان احنا نحطها في الساندويتش نقفل بيها الساندويتش ونسيحها على النار على الجريل او في الطاصة بس انا عندي كمية بسيطة فانا مش هقف على الكمية البسيطة دي مش الجبنة المزاريلا هتوقف الوصفة لا انا سيحتها مع السوسيس كله فسوسيس كله الطعم من الجبنة المزاريلا وبكده في كل الساندويتش هحط فيه السوسيس هيبقى متطعم بالجبنة مش هحتاج جبنة كتير تمام حبيبي شفنا بقى السوسيس جميل ازاي هنا بقى الخيار ليكي تبع ما اهل بيتك بيحبوا انا عندي بيحبوا العيش السوري انتي ممكن تحطيه في كريب ممكن تحطيه في ساندويتشات عيش فينو كايزر ممكن في عيش بلدي كل واحد تبع ما بيته بيحتاج تمام حبيبي هفرض هنا بقى العيش السوري واحط عليه السوسيس زي ما انتم شايفين كده وبعد كده هضيف شوية كاتشاب كده لزوم التحبيش يعني نحبشه للولاد عشان يبقى زيه زي المطاعم بره بالزبط بالشكل اللي احنا شايفينه كده شايفين حبيبي هاقفل بقى الساندويتش وعمله معاملة ساندويتش الشاور مستوري هاقفلهم الجنبين وابدأ ألف رول بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبعد كده هاخد الساندويتشات بقى بتاعتي وحطهم في طاصة على البتوجاز اه طبعا كان ممكن احطهم في الجريل بس انا استغنيت عن الجريل في المرة دي وعملتها في طاصة تيفيل في الطاصة تيفيل اه علشان مفيش حق اعرفكم انه مفيش حاجة حتوقفنا مفيش جريل مش مشكلة عندي طاصة تيفيل تمام قوي هتقضي الغرض واحسن كمان من التيفيل وحتشوفوا الساندويتش شكلها عمل ازاي احسن كمان من الجريل اه الطاصة دي نفس الطاصة اللي انا عملت فيها السوسيس مسحتها بمنديل ورق وحطيت عليها رصيت عليها الساندويتشات بالشكل انتو شايفينها دي وطلعتها على طول على النار احنا نقصين مواعيني يعني الجو برد كل منه في ولا انتو مش معايا شايفين بقى كده وصل العيش معايا ازاي جميل واحلى من احلى يعني بصي طحفة لا تقولي لي بقى جريل ولا مش جريل الطاصة تمام مشغلة معانا هلف بقى الساندويتش بالشكل ده في اي حاجة عندي يعني مثلا في ورق الزبدة ده ممكن في ورق الفويل بتاع المطبخ اي حاجة تكتم البخار بتاعي علشان يطرى معايا الرغيف ويبقى جميل كده زي وزي بره بالزبط شايفين حبيبي شكل الساندويتش نقلنا لهم اكل المطاعم في البيت وعشوة حلوة وسريعة وماخدتش مننا دقايق يلا بقى متشجاة وعملوا الوصفة وما تكسليش لو عجبتك بقى الوصفة حبيبة قلبي ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم بصلاح الحال وما تنسيش تحطي اللايك استودعكم الله لازل يديو عنده الودائع واتمنى اكون خفيفة على قلبكم واشوفكم على خير بحبكو جدا في الله والسلام عليكم ورحمة الله مع السلامة احبيب قلبي